وجعلنا من رفقائه وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته اللهم آمين وأسألك بأسمائك التي دعوتك بها أن تصلي على سيدنا محمد عدد ما وصفت ومما لا يعلم علمه إلا أنت أن ترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلواء وأن تغفر لي وترحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأن تغفر لعبدك المذن بالخاطئ الضعيف وأن تتوب عليه إنك غفور رحيم اللهم آمين يا رب العالمين اللهم إني أسألك بحق ما حمل كرسيك من عظمتك وقدرتك وجلالك وبهائك وسلطانك وبحق اسمك المقزون المكنون الذي سميت به نفسك وأنزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وأسألك باسمك الذي وضعته على الليل فأظلم وعلى النهار فاستمار وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى الجبال فرست وعلى الصعبة فذلت وعلى ماء السماء فسكبت وعلى ماء السحاب فأمطرت وأسألك بما سألك به سيدنا محمد نبيك وأسألك بما سألك به سيدنا آدم نبيك وأسألك بما سألك به أنبياءك ورسلك وملائكتك المقربون صلى الله عليهم أجمعين وأسألك بما سألك به أهل طاعتك أجمعين أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مطحية والجبال مرسية والعيون من فجرة والأمهار من همرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب منيرة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد علمك فصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من أسماواتك فصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من أماء وتخالقه من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما هبت الرياح وعدد ما تحركت الأشجار والأوراق والزروع وجميع ما خلقت في قرار الحفظ من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد القطر والمطر والنبات من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد النجوم في السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت في بحارك السبعة مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الرمل والحصى في مشارق الأرض ومغاربها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من الجن والإنس وما أنت خالقه إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم وألحاظهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد طيران الجن والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الطيور والهوام وعدد الوحوش والآكام في مشارق الأرض ومغاربها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأحياء والأموات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من يمشي على رجلين ومن يمشي على أربع من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه من الجن والإنس والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما يجب أن يصلى عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى شيء من الصلاة عليه اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وأسألك اللهم بالأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا نوح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هود عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إبراهيم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا صالح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يونس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أيوب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يعقوب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوسف عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا موسى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هارون عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعيب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إسماعيل عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا داود عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا سليمان عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا زكريا عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يحيى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أرميى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعياء عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إلياث عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا اليسع عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا ذو الكفل عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوشع عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا عيسى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع النبيين والمرسلين أن تصلي على سيدنا محمد النبي كعدد ما خلقته من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال مرسية والبحار مجرأة والعيون منفجرة والأمهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب مستنيرة كنت حيث كنت لا يعلم أحد حيث كنت إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد عدد حلمك وصل على سيدنا محمد عدد علمك وصل على سيدنا محمد عدد كلماتك وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك وصل على سيدنا محمد ملأ سماواتك وصل على سيدنا محمد ملأ أرضك وصل على سيدنا محمد زنة عرشك وصل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب وصل على سيدنا محمد عدد ما أنت خالق فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل قطرة قطرت من سماواتك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم قطرت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقتها فيهن من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية وصل على سيدنا محمد عدد الرياح الزارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما هبت عليه الرياح وحركته من الأوصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد ملء أرضك مما حملت وأقلت من قدرتك اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه فيها إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد عدد ملء سبع بحارك وصل على سيدنا محمد زنة سبع بحارك مما حملت وأقلت من قدرتك اللهم صل على سيدنا محمد عدد أمواج بحارك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد عدد الرمل والحصى في مستقر الأرضين وسهلها وجبالها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم وصل على سيدنا محمد عدد اضطراب المياه العذبة والملحة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقته على جديد أرضك في مستقر الأرضين شرقها وغربها سهلها وجبالها وأوديتها وطريقها وعامرها وغامرها إلى سائر ما خلقته عليها وما فيها ومدر وحجر من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد نبات الأرض من قبلتها وشرقها وغربها وسهلها وجبالها وأوديتها وأشجارها وثمارها وأوراقها وزروعها وجميع ما يخرج من نباتها وبركاتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت من الجن والإنس والشياطين وما أنت خالقه منهم إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم وصل على سيدنا محمد عدد كل شعرة في أبدانهم وفي وجوههم وعلى رؤوسهم منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم وصل على سيدنا محمد عدد خفقان الطير وطيران الجن والشياطين من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم وصل على سيدنا محمد عدد كل بهيمة خلقتها على جديد أرضك من صغير أو كبير في مشارق الأرض ومغاربها من إنسها وجنها ومما لا يعلم علمه إلا أنت من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم وصل على سيدنا محمد عدد قطاهم على وجه الأرض من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد عدد القطر والمطر والنبات اللهم وصل على سيدنا محمد في الليل إذا يغشا وصل على سيدنا محمد في النهار إذا تجلا وصل على سيدنا محمد في الآخرة والأولى وصل على سيدنا محمد شابا زكيا وصل على سيدنا محمد كهلا مرضيا وصل على سيدنا محمد منذ كان في المهل صبيا وصل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء اللهم وأعط سيدنا محمد المقام المحمود الذي وعدته الذي إذا قال صدقته وإذا سأل أعطيته اللهم وأعظم برهانه وشرف بنيانه وأبلج حجته وبين فضيلته اللهم وتقبل شفاعته في أمته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت لوائه وجعلنا من رفقائه وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته اللهم آمين وأسألك بأسمائك التي دعوتك بها أن تصلي على سيدنا محمد عدد ما وصفت ومما لا يعلم علمه إلا أنت أن ترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلواء وأن تغفر لي وترحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأن تغفر لعبدك المذن بالخاطئ الضعيف وأن تتوب عليه إنك غفور رحيم اللهم آمين يا رب العالمين اللهم إني أسألك بحق ما حمل كرسيك من عظمتك وقدرتك وجلالك وبهائك وسلطانك وبحق اسمك المخزون المكنون الذي سميت به نفسك وأنزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وأسألك باسمك الذي وضعته على الليل فأظلم وعلى النهار فاستمار وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى الجبال فرست وعلى الصعبة فذلت وعلى ماء السماء فسكبت وعلى ماء السحاب فأمطرت وأسألك بما سألك به سيدنا محمد نبيت وأسألك بما سألك به سيدنا آدم نبيت وأسألك بما سألك به أنبياءك ورسلك وملائكتك المقربون صلى الله عليهم أجمعين وأسألك بما سألك به أهل طاعتك أجمعين أن تصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مطحية والجبال مرسية والعيون من فجرة والأمهار من همرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب منيرة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد علمك فصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد حلمك فصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحصاه اللوح المحفوظ من علمك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب عندك فصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من أسماواتك فصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من أماء أنت خالقه من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد صفوف الملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد السحاب الزارية والرياح الزارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد كل قطرة تقطر من سماواتك إلى أرضك وما تقطر إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما هبت الرياح وعدد ما تحركت الأشجار والأوراق والزروع وجميع ما خلقت في قرار الحفظ من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد القطر والمطر والنبات من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد أشهر أن لا إله إلا الله و أشهر أنم محمد عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمد عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمد عبده ورسوله موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة 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 اللہ 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 لا الهيئة لا الهيئة لا الهيئة لا إله إلا الله 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 لا إِلَا إِلَّا اللَّهِ لا إِلَا إِلَّا اللَّهِ اشتركوا في القناة 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 الله 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 المترجم للقناة 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 بسم الله وبالأسماء 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 التي دعاك سيدنا التي دعاك بها سيدنا بها سيدنا عيسى 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 عليه السلام سيدنا منترجم للقناة 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 لمترجم للقناة منترجم للقناة لقد إستمرتتد على يعني أنهم يريد أن يكون مخطوطاً وخطوطاً 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 ولكننا نتحدث عن الفيديوية كلما نتحدث عن الفيديوية للتوصول على جيداً لا يريد أن تكون مخطوطاً فإنها فإنها ما هو الثاني؟ كم المترجمات ؟ محاولة تحرق بسكوكس سمعة من جدد كله من الجيد أحدث بشأنك محاولة لا محاولة محاولة بشأنك سايشن من الجيد بيعد ان تقلقهم وعوى تشيئ أشياء الذين تود أنت تشعروا بذلك توقعهم ولا تقلقوه لأن الإسلام أصدقاء تم تقلق 1000% يعني انتظر من تقلقهم تظن أنك تقلق الجبال تنظر أن تقلقهم تظنر بأنهم انظروا كيف يحققهم أنت تقرأ بأن الله يقول بي مع صليحين كما قلت الكثير من الوقت الله ليست قلت بي صليح لا تكون صليح ممكن أن يكون صليح سبقًا في الوقت هذا كل ما نرى كل ما نعطي كل ما نعطيه في نفسنا كل ما نعطيه في نفسنا لأنهم سبقًا لا تفعلنا نحط نفسنا فنحطيه في نفسنا هل ليس قلمت ليس جدًا بأن تكون صليح محق70 لا تكون صليح بأن صليح صليح صليحن لن يقول أن صليحن ليس مثل هناك شراء أو شراء فيديوه أو شراء فيديوه سليحن بالطبع، أنا مرحباً لأنه هناك شراء فيديوه شراء فيديوه، شراء فيديوه، شراء فيديوه هل نفعل هذا المثال؟ تعلم ما ذلك؟ إنك مشكلة من شراء فيديوه قلت بانيبوها، أعطي بانيبوها، اعطي بانيبوها، تصبح بديم فمهم ، تصبح بنيهم، تصبح باستخدام إذا تفصل إليين موجودون فمن صاحب بزديوه يبدو أن تشعرى تخفض بك بعد أن يتتخل منه جميعًا جميعًا إذا كانed ش Octavio لو أنت لأن شخص الشيء من مؤمن خلاله وأن شخص يدور جميعًا لذلك هو أنت تشعر بالمقابة هذا ليس بهذا chain أن تشعر أن يجب أن نسع patch ونятся قد تشعر بالمقابة لا تشعر بالمقابة لا تشعر بالمقابة لا يوجد إذا كان ذلك. ليس ليس لا تقل هذا الوضع. وقتما ما يجب أن يجب那个 يسعر ت Berもう يوجد اشعر ثم يجب أن يتحرك اشعر W سي行 تحرك الكثير من البعض чемقالك جديد إذا ما يقول لا يتبعي بصحبة ما ماذا يجب انفس الشيء يا مخري ان تسلق لبحرم ون Clean the Toilets ha bit up about cleaning the toilet has become so difficult Mattiah forget about that if so many people Alhamdulillah they have this or they have that if your father's come and they see you talking to another person who is lower than you they gonna say why are you talking to this one yes or no they're Muslims they claim they're the best ones yet this kind of thing they teach to their children it continues it's very bad what's going to happen to all your ibadats and amals then with all this for nothing it'll be for nothing so be around people you'll walk the walk they talk the talk and then you try to monkey see monkey do well at least if you want to imitate imitate something good don't imitate something bad slowly you will become you understand but you have to spend time with them you have to ask you have to think may Allah keep us with them inshaAllah may Allah keep them with us and not for them to throw us out from their circle may Allah make us to become worth it to be in their presence may Allah forgive me and bless you Al-Fatiha Amin alright you have tea bring any other questions you have yes Hassan Bismillah ar-Rahman ar-Rahim how can we overcome our ego and when we have wrong desires that ache if we don't commit them how do we overcome them Bismillah ar-Rahman ar-Rahim first you have the ego it is the most dangerous and it is the most ugly and most powerful creature that Allah subhanahu wa ta'ala had ever created that is the ego for you to tame that creature Shay Mawlana Shafani had said all the animal characteristics of every animal that Allah has created is present in that ego that Shay Mawlana says if you see your ego in this true form one time and you smell it you will die you will fall down and die from the disgusting nature of that ego if you've been best friends with your ego all your life if your ego is presenting itself as the most beautiful form in your best friend all your life suddenly one day you think oh that's my ego I want to tame it and I want to ride it not gonna happen it's not so easy it's already meshed into you first you have to find a trainer that trainer is going to train you how to control your ego you have to find a master then that master is through his Shay and his Shay and his Shay what is necessary for you for that time for your age for your background for everything he will give correct medicine not to combine it with other people or compare it with other people now you have a master you understand the ego and the dangers that it has and you still want to follow your ego there are different kinds of wrong things that we do there are certain things that you do it's between you and Allah yes you're not taking the rights of anyone else you pray or you don't pray is it going to harm anyone? no it's between you and Allah you don't pray it's between you and Allah but there are certain things that you do that takes the rights of other people now there is a big problem there because Allah is saying I will not forgive you until that one forgives you you take someone's rights you take his hak then you're in trouble so find a master but you don't listen to your master then definitely you're going to learn easy way or hard way because once people think oh if I don't give bayat then it's okay I'm not going to no 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 if you give if I give bayat then my sheikh is going to knock me wall to wall if I don't give bayat then I'm free yeah keep telling yourself that that sheikh is the one although he's going to knock you wall to wall but there's nothing compared to what the dunya and shaitan is going to do to you there's nothing compared to what the angels are going to do to you what the punishment is coming from Allah there's nothing no one is ever going to escape people now they're talking about tarikat like it is a hobby something extra that you do not really necessary if you have time it would be nice to pull a couple of tesbihin that's it don't you understand the one who has no sheikh is sheikh is shaitan the sheikh has said you have no sheikh but you do everything correctly you pray you go to hajj you do everything correctly you will first punishment that comes out the first punishment when you come out from your grave on judgment day you're going to stand there because you have no guide you're going to stand there alone for one thousand years you don't know where to go you're not going to be under any flag or behind anyone or any group because you're alone we know this area pretty well we've been here for some years but night time like this if I spin you a couple of times and I put in the darkness and say now it's complete darkness you know sound no light no nothing now find the dergah you'll be lost you'll be turning around and around and around the same spot just like the Bene Israel for forty years because you have no guide because you have no guide and the one Sheikh Avaniyat said even if he has the smallest love for a sheikh there will be a little light at the end of his finger just like a what do you call it? flashlight flashlight? what flashlight? huh? eat eat like what? firefly firefly on and off then that is enough light there then that saint will come and look and gather you well people think it's a joke people they they go and they look at the sheikh they start vetting the sheikh do you know this? do you know this? do you know this? do you know this? or some saying well I went through so much in my life why I have to listen to this one? but nobody ever thinks I went through so much in my life I know how to drive why I have to sit behind this bus driver to take me from this point to that point why I have to take I have to listen to this driver or why I am going inside this doctor I just see one paper on this office sometimes it's there sometimes it's not and I trust him wrong so how are you going to when your ego is screaming and this is when you need to have someone not just that that guide but a whole jamaat also that will help if the ego attacks in the front what are you going to do behind what are you going to do on the left what are you going to do and sometimes it takes years of course it does I would be suspicious if something just happens just like that and you will be able to it takes years it's okay so find a shaykh if you don't have one find one doesn't matter who it is find someone and then listen find someone who is going to tell you what is real not going to praise you if he praises you he wants something from you he knocks you wall to wall then he is not asking anything from you it is good insha Allah up to you again everyone is free assalamu alaikum give the tea and everyone to drink insha Allah get some energy huh go Muki honey save stuff any other questions say bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum I hope that the shaykh and all of the murids are well I have heard that there are one hundred twenty four thousand awliya at any given time is this true also are there graves of prophets around the Kaaba bismillahirrahmanirrahim yes it is true hundred and twenty four thousand living awliya's at any given time and each one of these awliya's is representing the makam of a prophet hundred and twenty four thousand prophets in these days the order is given for the awliya's to pull themselves back not to show themselves so it is more difficult in the old days it is more easy to spot them right now you can still spot them but your heart must be opened a little bit if you are going to use these eyes to see you are not going to be able to don't aim to be awliya we want to be servants to Allah and we want to free ourselves from the fire that is inside of us that we bring to Jahannam Jahannam it is empty you bring your fire there Jahannam it is empty you bring your garden there so yes there are many prophets that are buried around the Kaaba thousands that are there as the awliya Allah our shaykh has told us may Allah protect them it is not just enough Assalamualaikum what are you doing are you sleeping you can lie down over there go lie down sleep you can lie down lie down you want to lie down there too it is ok anything else? say bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum shaykh my name is Irfan from India and I have a question to ask how can a murid put forth his opinions or a thought that he has to his shaykh with adab and good manners how? if you have adab and good manners just use it adab adab is not just and good manners they're not really the same adab is not just smiling asking nicely saying please and thank you adab also means protocol adab manners meaning what fits to the time what fits to the time there are some times it fits for you to pray there are other times it doesn't fit for you to pray correct or not? you don't say why you mean it doesn't fit there are times when it's forbidden for you to pray Allah is saying this whole world is a masjid is a jami for this nation not for earlier nations earlier nations can you believe it? Allah is not even accepting their prayers if it's not within the jami their house of worship it's not acceptable but for the nation of the Prophet Allah is saying this whole world has made it clean as a jami yet there are places where it's forbidden for you to pray so adab is to know what is the protocol so you want to voice an opinion to your sheikh you can you can do anything you want it's better it's better it's better not to say I'm voicing an opinion because if you are murid to your sheikh you will gain more if you try to understand what the sheikh is saying if there are some questions that you have to open it more for you to understand more that's different but in this world especially the way of tarikat is not the way of shariat meaning in shariat you argue back and forth you ask for delil you ask for more proof and this and that the way of tarikat is not like that if you are still going back and forth with your sheikh like that then you are not ready for this way it doesn't mean that you cannot ask to clarify some things if you don't understand and there are times when the sheikh will even push you and poke you to say why do you think this and that that's different if you ask me would I voice my opinion to the sheikh if the sheikh is not asking me I'm not going to I may have something inside but that is not opinion meaning there's not my point of view like sheikh if any has point of view I point no 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 it's not that I would look at how he is doing things and I say that is very interesting before he would ask me I would do it differently but he's putting it differently huh so now I'm going to see how I fit into that way that he has shown not to say there's two complete different ways and why I'm not seeing it like that that's what I would do because as much as we are told to study ourselves you have a sheikh study your sheikh that is important so many times he's just he's not even appearing there he's just holding up a mirror he's not appearing he's holding up a mirror through that mirror you will understand yourself so but if he asks for example let's say I have some chicken he's saying what's the best way to cook the chicken and he asks like that there's not opinion because he's asking I say I know how to do this like that that's completely different people today when they are I have question years I'm seeing this question years shouldn't we say the khutbah in Arabic if you don't recite it in Arabic it is haram sheikh I love you but you're going to say the khutbah in English Astaghfirullah so years I'm getting this every year we're trying to answer properly and if you think you are correct then go your own way I'm not here to argue if you're really asking me I say look I'm not the first one to recite the khutbah in another language which you know they've been doing it for 1500 years it should be recited in Arabic yes it should be recited did it specify it has been one hour long? no do we not in our khutbah recite the khutbah in Arabic but we recite it very short okay beyond that what is the purpose of khutbah? recite in Arabic to show off your Arabic that is what khutbah is no it is to give what advice to the whole community what concerns that community very nice you can do it in Arabic but if nobody understands that you're not reciting this for Allah Allah doesn't need the khutbah it's for the people and if you're up there for the people to praise you MashaAllah listen to this logat listen to his Nahu listen to it it's very beautiful then you miss the point completely so but I say it's up to you if you think that I commit wrong things then you're free to think that way then you say no 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 because my Sheh says this I said okay then follow your Sheh I'm not following him I'm following I'm following Sahibul Saif who's following Sheh Malana who's following 40 grand sheikhs of the Naqshim and the Order and I trust them more than anyone else or anything else so be happy whatever it is that you're following you say Bismarck Hasilah Assalamualaikum Alfiyad Olsun drink your tea why you're looking at me what do you want to do Bismillah Rahman Rahim you see the minute I say eat Gap Gap how you say it? Loops eating not even saying bismillah forget about salawat forget about yes you have a question yes good yes yes anything else if not we just drink the tea بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم Shaykh Luqman Efendi حضر الله الرحيم what are the qualities that Allah subhanahu wa ta'ala loves for us to show when we are afflicted with tribulation may Allah subhanahu wa ta'ala bless you جزاق الله خير بسم الله الرحمن الرحيم if you have tests that is coming to you patience patience sabur it is very difficult that's why the names of Allah sabur is the last when you're faced with tests, tribulations what Allah likes to see sabr patience patience when you are patient you are also very grateful and as Hazrat Ali Allah is saying when the person is wearing the cloak of gratitude wearing the jubba of being grateful then he will find every opening every opening, every provision will be given to him because he is grateful grateful people, they are not depressed or sad if they find something small they are very happy happy people find everything a miracle coming from Allah they are happy they are not sad that in itself when you have when you have that then you are going to discover when you are tested by Allah with that gratitude with that trying to understand the hikmat will come to you very easily because there is people complain 24 hours they are very sad what do you got to be sad about? because your home is bombed because there is no food you cannot go to school I am talking to the people living in so-called first world countries nothing, nothing nothing that we should be upset about or complain about we have everything and why we are not increasing our shukur once you have that you will become very sweet you know the word shukur? the word sugar comes from that then you become very sweet Alhamdulillah, you will be happy you will be smiling even if you are going through something even if something is you say this is just the zakat of my happiness I have to give something up you are always going to look forget about half full if there is a drop of water there you are going to say Alhamdulillah we have this sincerely you are going to say so that is difficult for people in first world countries because they get depressed very easily but everything it has become a real disease yet you don't find this in countries where poverty is everywhere so we should have more shukur inshallah don't complain so much share what you have once you start sharing good things that you have once you start sharing it will multiply it will multiply people here they like to share their pain only their complaints they love to share any stranger they are right they tell them they are sharing all their troubles but something good Allah Allah in the old days you don't even dare to cook something that smells nice without sharing to your neighbors of course we learn from the unbelievers this time we eat in front of neighbors they are walking past they don't even offer anything do that do that in the streets of New York City you are eating people passing say hey come come eat my food come join me they look at you like you are crazy so where are we going to practice all this we have here we have each other if you are not practicing this if you are not inviting each other to eat at least what can you share what can you do this much is enough وَمِنَ اللَّهُ تَعْفِيقِ حُرْمَةِ الْحَبِيبِ حُرْمَةِ الْفَاتِحَةِ آمِن السلام عليكم أَرْضُ مَدْحِيَّةً وَالْجِبَالُ مُرْسِيَّةً وَالْبِحَارُ مُجْرَأَةً وَالْعُيُونُ مُنْفَجِرَةً وَالْأَمْهَارُ مُنْهَمِرَةً وَالشَّمْسُ مُضْحِيَةً وَالْقَمَرُ مُضِيَّئًا وَالْكَوَاكِبُ مُسْتَنِيرَةً كُنتَ حَيْثُ كُنتَ لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ حَيْثُ كُنتَ إِلَّا أَنْفَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللهم صل على سيدنا محمد عدد حلمك وصل على سيدنا محمد عدد علمك وصل على سيدنا محمد